موسيقى كلنا منوقف مرات عديدة محتارين كيف بدنا نكسر الروتين يلي بيوجهنا لما بدنا ناخد ولادنا لمشاريع ترفيهية أو تثقيفية من دون ما نكرر حالنا أو يصاب ولادنا بالملل كيدز تطبيق مختص بالنشاطات يلي بتاعنا الأطفال حيث أنه بينشر تفاصيل عن الأماكن والعنوين لكن ما بيجري من حولنا ليساعدنا على توسيع اختيارنا لنشاطات الأطفال موسيقى هاي نرهان هاي نرهان كيفي الحمد لله وكم تو كيدز thank you فضالي يعني عند هيدا الاسبايز اللي بتشتغله فيه بالضبط احنا هنا تيم هعرفك عليه اوكي انا اسمي نرهان من مصر بقى لي هنا في الامارات سبع سنين بدأت اشتغل هنا في شركة مولتي ناشنل وهناك تعرفت على زمايلي واصحابي دلوقتي والكوفاوندرز معايا في كيدز احنا خمس امهات وكلنا من جنسيات مختلفة وعندنا اولاد اعمار مختلفة فده الحلو يعني وإحنا اصحاب أصلا اذا بنا نحكي عن الاسم كيدز من وين اجت الفكرة ومن وين اجت ايضا فكرة انه تغيير الاحرف حبينا يكون اسم سهل وبسيط ويعبر بسرعة عن اي الموضوع بتاع الاب فهو كيدز لانه it's all about اكتيف كيدز اكتيفتيز وحبينا برضو يكون playful فعشان كده جات الكيو اي دي زد فوي بلايه بالتعال كلمة يعني وكمان خلينا هلأ نحكي عن اللوجوز وعطول الاولاد الموجودين بالدعاية تبع كيدز دول بصراحة اولادنا احنا خمس امهات وعندنا عشر اولاد انتوطل ما بيننا بنحب دايما ان هم يشاركونا ودول حتى صورهم ودايما بيكونوا معانا في التصوير وفي شغلنا خلينا لوقتي اواريكي ازاي ممكن اي ام تستخدم الابتكيشن كده بعد ما بتنزله من app store او من google play هنا بنحط بتختار اليوم اللي هي عايزة يعني ممكن this weekend النهاردة today او بتختار يوم يعني ممكن تنقي حتى range of days على الكلندر على الكلندر وتختاره وبعدين كمان هنا عندنا دايما بن update الاربعة الباكت دولت حسب ايه اللي بيحصل حوالينا لو في اعياد معينة events فاحنا بنجمعها بنعمل زي collections عشان تكون حاجة up to date theme اوكي فدايما بيكون في افكار جديدة وهنا recommendations حسب الانترست بتاعت الكيدز والايجز بتاعتهم و new activities وبعدين دولت categories 17 فدايما بتقدري ترجعي تشوفي if you want مثلا food اماكن للأكشل اماكن للعب اماكن inside outside يعني في افكار مختلفة وحسب الرانجين كمان تبع الاطفال فيه انا نقل بالضبط هنا لما مندخل على ال search الرانجي العمري بالضبط فيه فلترز كتير فيه ممكن تختاري الاجز بتاعت الكيد بتختاري اذا free ولا paid indoor outdoor class يعني after after school activity ولا during the weekend او اي وقت تاني وبعدين قوة الاكتيفتي نفسها بيكون فيه كمان تقدر تشوفي ريبيوز بتاعت the other parents they share the experience بتاعتهم اي اللي حبوه فيه الاولاد فده مهم لان الامهات بتحب تعرف اراء الامهات التانيين اللي زيهم اكي تكلمين ريكمانديشنز اذا حلو ام لا وبعدين they can save it to the calendar عشان يكون فيه reminders ان هما يروحوا للإفنت او تسايفت عشان تقدر توصلوا تاني بسرعة تمام وبس وممكن تشير بسهولة جدا مع her friends whatsapp facebook اي حاجة اي حاجة اي application عندك على التليفون you can share through the activity وبس وفيه كمان ماب عشان تقدر تعرفي حسب اللوكيشن بتاعتك او انت حابة تروحي فين بسهولة تعرفي الاماكن اللي حواليك كتير حالو ولو فيه ام لقت اكتيفتي جديدة ومش موجودة لست في الاب هي كمان ممكن تضيفها فهنا ممكن فيه زرار مكتوب add activity فتقدر تدوس هنا وتقول لنا اين الاكتيفتي واحنا بنعمل كمان research to confirm انه it's good for kids and then we add it to the list كتير حالو وانتو كيف تقدروا تستفيدوا مديا كاكيدز هل في اشتراك معين مفروضة على الاماكن اللي بتحطوا لنشاطيتها؟ لا يعني حاليا الاب is free for the users وكمان للفندرز اللي عايزيني to list its free listing بس عندنا الطرق تانية يعني ممكن دعاية بس مش دعاية تقليدية يعني ممكن مكان مميز في الابتليكيشن لحد معين بيكون pay وفيه طرق تانية we're working on it نورهان اكيد طلعتوا بفكرة وبلاشتوا فيها بس طبعا كان في كتير تحديات وجهتوها لحتى تقدروا توصلوا للي انتو عليه اليوم فشو اهم التحديات اللي ما رأيت عليكم؟ اول تحدي ان احنا نقارر اوكي ان احنا هنسيب الشغل المستقر ونبدأ حاجة مختلفة وتاني حاجة ان احنا نعملها actual product فدورنا على developer يكون شاطر ويكون مش بس شاطر technical بس كمان فاهم ان احنا عايزين ايه والbusiness needs بتاعتنا فدي كانت اول مرحلة وبعدين ان احنا ننتردوس الاب للامهات ونوصل لهم ان احنا عايزين نسعادهم فعلا بما انو ذكرت الامارات ليش اخترتوا الامارات لحتى تبلشوا منا كد الامارات دايما فيه ناس جديدة بتيجي فدايما فيه حالة استكشاف للبلد وعايزين يعرفوا ايه الجديد وكمان البلد نفسها دايما بتبني اماكن جديدة وحاجات للأسر فده الحلو وده دايما فيه جديد وعشان كده فيه احتياج ان الناس عايزة تعرف دايما ايه الـ events و ايه الحاجات اللي بتحصل من ورعة تجربتك الخاصة اللي عشيها خلال تأسيس kids مع اكيد الكو فاوندر سبعك انتو خمسة in general شو النصيحة اللي بتقدر تنصحيها للاشخاص اللي عندهم افكار بس بعد ما اخدوا اول خطوة لازم الشخص يدرس الماركت ويشوف لو فيه فعلا الموضوع ده الناس محتاجة ولا لا وكمان لازم يكون فيه مصدر للدخل لان لو ما فيش فلوس الموضوع مش هيكمل مش هيقدروا يجبروا كمان اخر حاجة يعني لازم يكون فيه team قوي ويكونوا كلهم عندهم خبرات متنوعة يقدروا يكملوا بعض خلينا حلق نحكي عن النجاح اذا ما نوصف نجاحك شخصيا ونجاح الشركة كاكتز شو فيك تقودي ده احنا بصراحة ما توقعناش ان نوصل لعدد كبير من الامهات في وقت قليل يعني احنا بقالنا اقل من سنة وحاليا وصلنا لأكتر من عشرين الف ام في دبي فمبسوطين جدا والحمد لله في امهات بنلاقيهم على السوشيال ميديا روكمنديك لاصحابهم ينزلوا الابليكيشن وان هي ساعدتهم واولادهم كانوا مبسوطين لما استخدموا الابليكيشن فدا بتنسبلنا اكتر حاجة بسطانة تانكيو اليك نورهان يعطيك العافية تانكيو التنويع بنشاط الاطفال لشك انه مفيد وبقوة شخصية الطفل وبوفر له حياة ترفيهية اوسع كتز تطبيق بساعد الاهل على حسن الاختيار الانسب لأولادهم وبيساهم بمعرفة الاولاد بكل النشاطات يلي عم تجري حواليهم اشتركوا في القناة العمل خارج الوطن اصبح شائع كتير نظرا للأوضاع المالية الصعبة يلي بتوجهنا ناوماني شركة هدفة تدعم المهاجر يلي عنده مشاكل مادية حتى ببلاد الهجرة من خلال تطبيق بيامن له كل شي ما بتسمح فيه المصارف العادية موسيقى 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 من الصنا pres 자신 hey there's a certain level of income below which people can't open a bank account. So using some a technology I the fintech innovations that we've seen in Europe and in the West. We realized that actually we could use that technology to solve a problem out here and you know benefit society and providing them bank accounts and linking them into the financial system يعني قطعت شيء بمرحلة ام بتجربة شخصية اثرت فيك وخلت لك تفكر بها الفكرة او مجرد فكرة انه انشاء مؤسسة yeah it was a combination of personal experience and business opportunity I had been out here a few times with business with my previous employment and with pleasure as well as seeing a few people first hand you know whether they be people working restaurants or shops or taxi drivers so the combination of these two things really made me realize the opportunity that now money had now money is primarily for low income migrant workers because they can't access traditional bank accounts and they don't meet the minimum salary requirements or minimum deposit requirements so that's where the biggest need is for the now money product it's not limited only to those people we will be doing future releases and the products will be very relevant to people who earn middle or even slightly higher incomes what is the option to be able to help the first person from your company first they have to work for one of the corporates that we work with and they have to earn less than around five thousand dirhams per month but then later on we will allow anyone to sign up for a now money account so the user can sign up simply by scanning in their Emirates ID and their passport and taking an image of themselves for biometric security and then once we have an account open they can simply send money home by selecting send money entering the amount they wish to send the person they wish to send it to and then clicking select and confirm and then the money goes in real time to the recipient back in their home country the other options that they can do is that they can see all of the transactions they have made using their debit card in real time they can also pay a bill and top up their mobile on the app there are other functions that we are adding over the next few months a lot of the expatriates that sign up for now money account have actually been using mobile money for many years for example paytm in India and payza is a very famous example from Kenya so what this means is there is a level of trust and level of understanding already what now money does additionally is builds in the latest security techniques biometric security and the traditional user names and pins and passwords so really it is as secure if not more secure than some of the traditional account providers in the country already we operate with a license in the UAE as payment services provider that allows us to off the services that we choose to to our customer base but we work with a number of other institutions in the ecosystem in the UAE which includes partner banks we see now money is becoming the financial institution for lower income expats in the GCC which obviously includes the UAE but also Saudi Arabia and Bahrain as well I would say my biggest piece of advice when you have an idea to start a business is really to understand your market really thoroughly and part of that is understanding your competitors what they do and what they don't do very well and that really gives you a understanding of how you can improve and make sure that your solution is something that consumers really want and need and I think the more research you can do before you actually start the business itself the better position you've put yourself in to you know launch your successful the UAE had the biggest opportunity when we first started now money three years ago and Dubai had a lot of the support that's required to start a company so really it was an obvious choice for us the most difficult times we passed through were really the very early stages when three years ago in this region there really wasn't as much support for startups as there is now plus we didn't really have any traction to go off so you know it's very difficult to get people brought in to raise investment to do the simple things that you need to start a company the best moments and success stories have very much been around seeing low-income micron workers who previously have been excluded from the financial system and paying higher rates for simple financial products be provided with a now money account and be able to use it and be provided with these services for the first time in the United Arab Emirates other small achievements have been winning the awards that we've won and I think this really gets us the recognition and spreads the word about now money and the good things we're doing in this region thank you Ayan and good luck thank you very much a lot of people's businesses for the goal of this year the goal of this year is being created and registration from this year is difficult now money is beingiseen of how to do some changes in that year since the year with the people in this region and the year is a difficult time to go off to make decisions based on the life of their homes as well as possible the goal of this year is also a very difficult tool اشتركوا في القناة شؤون الموظفين عنصر اساسي لكل شركة بتسعى للتقدم بعمله بشكل ناجح والموظف الموكل بتنظيم هيدا الامور بيلعب دور مهم One Click Systems مهمته مساعدة الشركات الصغيرة على تنظيم شؤون الموظفين من دون العودة لموظف مختص بشكل عبئ مادة عليها انا اسمي ايمان بدوي صارلي بالامارات من ستة وسبعين اجيت من لبنان متجوز وعندي ثلاثة ولاد فيك تقولي المهنت كلها بتتحور حوالين الشؤون الموظفين انا عندي 25 سنة خبرة مع الشركات كبيرة One Click هو نظام معمول خصيصا للشركات المتوسطة والصغيرة بخصوص الموارد البشرية بخصوص الشؤون الموظفين وخصوص اي شي بتخص بالتوظيف او بالموظف نفسه هلا ايا لي بدو يستعمل هيدا النظام لازم يفتح كل وراء الخاصة بالعمل لالكن كيف انتو بتقدروا تكسبو ثقة هيدا اللزبون هو ما هيفتح شي نحن نعطيه اكسس للسيستم هو بدخل المعلومات هاي كلها عنده هو بدير كل المعلومات هاي فمش محتاج انه هو خلينا نشوف نحنا اي شي وبعدين ما في ايش نوع من الابديت او السيستم لانه رادي هو يعني كلاود بيس فنحن عندنا الباك ان تبعنا نحن ان السيستم دائما اي مشاكل اي مشاكل ايمن فيك تخبرني اكتر بليزة عن السيستم كيف يشتغل طبعا بدأتلك السيستم ويب بيس محتاجة بس الواي فاي و براوزر بعد ما تحط الباسورد واليوزرنين اوكي عندما تبعنا سوف تظهر داشبورد الداشبورد يحتوي عن معلومات سريعة هي عدد الموظفين اذا في حدا غايب اذا اجازي اذا فيه اجازات بهالشهر هذا حدا عنده عياد ميلاد حلا ومت قلتلك السيستم الموظفين ومعطي السيستم للمدير او لاليوزر تاخده من خطوة لخطوة يعني حط معلومات الشركة مع اللوغو بعدين البرانشيز والإدارات او الدبارتمنت اوكي من ليف للإجازات لكل الانواع وعندك هون المعلومات عن الموظفين بتشوف كل الموظفين يعني هو لازم يدخلها او الهر عنده هي بس حطنا بالوقت الوزرد في عنا بسموه الابلود يعني انت مثلا فين معطينا اكسل شيت السيستم بيطلع اكسل شيت بتحطي معنا اكسل شيت وبعدين اوكي توزع المعلمات هون للموظف بتعطيك معلمات العامة عنه الكنتراكت وعندك هون الموظف 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 يخبر الموظف والمدير انه هذا هو وقت تجديد او حيث يكون بالضبط ففي هذه الخاصية انه لا يجب ان ينسى ويجب ان يدخل غرامات ويجب ان تقدم اجازة الموظف لا يجب ان يختار ماذا هو على اجازة وتاريخ الاجازة ويقدم عليها وبعدين السيستم يبعث ايميل للمدير ان هذا الموظف يقدم اجازة ايمن انا سؤالي هون بما انه كنا عم نحكي عن كيف انت بقدر تستقطب من هذا السيستم المواهب فمسلا هون عندنا احنا عملنا علاقة مع شركة السفر كل الموظف هون بيشتغل بهاي الشركة وعننا على السيستم بياخد ديسكونت على تيكت فهاي بتساعده قبل كان الموظف ما بياخد اي ديسكونت لو كان شركة كبيرة كي بتعطيه ديسكونت نفس الشيء على الانشورنس نفس الشيء على اشياء كتيري فبتري اعطونا اشياء محفظة من الاشياء اللي كمان هون احنا عنا البرول او الرواتب فيك تشوف الرواتب فيك تعمل الرواتب فيك بفرجيك حتى هون الجراف هذا بفرجيكي سينة عن سينة دي انت الرواتب تبعوني ككل عليو تتغير وطير فانت بتشوف انت والله بتصرف اكتر على اقل النهاية الخدمة هون توفي قانون النهاية الخدمة مختلفة على انه انت العاقد تبعك محدد غير محدد هل انت استقلتي ولا ولا يعني terminated والسيستم بالضبط يعني انت معلك إلا تختار اسم الموظف اوكي يعني هي بالضبط هي ثلاث تختار اسم الموظف ويطلع لك كل شي ويطلع لك كل شي ويطلع لك كل شي ويطلع لك كل شي ادابة هاين عن جد شغل كثير بالضبط هاي اللي ما بعرف القانون هاي بدي يوعد له ساعتين ثلاثة والحلو اللي ذكرتو ان انتو لانو باست او جيين من ورا بالـ 8R فبتعرف كل الديتيل انتو بحاجئ الى اول بحاجئ الى الناس ايمانا ليه انتو اخترتو تروحوا للعمل الاصغار ام الشركات الصغيرة ام متوسطة الحجم هاي الشركات اللي حيطل ما حدا بوصلها وما قادره يعني حدا يعطيها الاهتمام اللازم اوكي وبعدها هاي الشركات اللي هي اصلا المستقبل وودها مساعدة نحن نقدم حل متكامل لكل التحديات اللي بوجهه الشركات الصغيرة وميديوم بالنسبة للشؤون الموظفين وهاي مفه حدا بقدم لنا الاشتراكات الكبيرة عنده الاشتراكات الكبيرة نحن نحوول تريبلكيات بشركات الكبيرة نحوول تريبلكيات خلينا نحكي عنك وعن التحديات اللي بوجهتك انتو عم تأسس ونكريك اهم واحد انو انت كنت تشتغل بشركة كبيرة وكنت كان في منظومة ورائك حواليك بتساعد بكل شيء فجأة انت صورت لوحدك وفي اشياء كثيرة تتعاملها لحالك وكنت قبل ما تتعاملها فهاي كثير يعني بتأثر على الواحد هي دائما الواحد اللي مبلش شغله لحاله هي ببداية رحلة وحيدة مثل قولوا يعني اذا انت مآمن بفكرتك او مآمن بفكرتك مهم كثير انو تتعاملها ما تستني لانو احد ما فيش داعا انو انسان يستنى لانك ما هتعرفي يعني ما هتعرفي اذا هتنجح ولا الا ما تجربة وبعدين التجربة نفسها هي نفسها عامل مهم لاحد للانسان يطور حاله بنظرتك انت وين بتشوف وان كليك بالمستقبل القريب والمستقبل البعيد نحنا هلا عم نشتغل انو ندخل سوق الخليج بإذن الله يعني بالمنظور الاول من ثلاث سنين بحنا حبينا نكون الشركة اللي بتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة بكل انحاء الدول العربية ايمان كيف تقدر توصف نجاحة اليوم ونجح وان كليك الحمدلله عمناك كتير مبسطين منا وعم بيكتر الحمدلله وعم بيجوا اكتروا ناس وحتى عم بيعملوا الرفيرال يعني مش نوبالسيكي وبعدين احنا ربحنا جائستين يعني كما هاي جائستين كانت نعمل لان احنا والله بالطريق المصبوط وقدرين نوصل للناس اللي بدنا نوصلهم انسان الله من تقدم لتقدم ونجاحات عديدة شكرا اليك كتير تأمين حقوق العامل عنصر مهم انسانيا بغض النظر لاهمية وظيفته وانكليك سيستمز فكرة هدفة تأمين حقوق الموظفين بشكل عادل مع المحافظة على مصدقية الشركات والتزاماتها تجاه موظفينها موسيقى موسيقى المترجم للقناة 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 م Rankظة على ملتوسة ثم يمكنك المنظب خلال مدرسة لذلك نتحدث من العملات انها الكثيران لديهم الكثير من الوحدة لكني لا تحتاج الوصف لذلكünk هذا ما فقط نجمع شخص في الخلال نميز mantقه بهذا المنظب في خلال مدرسة نعم 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 على أميرات التوجه نعم 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 على الادة من يساعد لتحضير المنظمة لرهانيه وهي من نعم رجال أجد من الشيخ استعمال را쉬ن المكتوم والأعوكف طيب بما أنه حضرتكم تشتغلوا سوا يعني كيف عم تقدروا توفقه بين الشغل وبين العيلة ومين اللي بيحلوا بيربط خلينا أقول شو اللي بميز مالتو عن غير من التطبيقات اللي عنده نفس الهدف مساحة للغير على الأميرة عندما يبراها نعم هذا منشج الأميرة من قد تأكد توير هذه الطفل نعمق على صادقاتنا في مباشرة نحن مرسل نقوم باستخدامنا ونحن نأتي لا ي phải مسأل الأو답ة التي نعرف حقاها هي نقوم بعملنا بالصوصional ليس متحدث بحقًا هي نتحدث أن نستطيع بحقًا بحقًا ونفعل هذا البعض لديك بحقًا وهذا العملنات هذه الخطوصة لعبارة إلى تصوير هل في معايير مخصصة للبضاع المعروضة من حيث الكمية والنوعية؟ So anything that is obviously legal for sale in the UAE is allowed. We're focusing on second-hand items, items that belong to individuals, they're done using it and they want to sell it. So the top categories actually in the app are electronics and mobile devices and a lot of fashion items. What were the biggest challenges you had? When you work for your own sale festival, you have to have a lot of discipline and you have to, you know, it's not any more salary. So you have to put everything on the line. So where you struggle the most, I would say, you're struggling all the time. Yeah, so if it was easy, everybody would be walking around a million here. So, you know, being an entrepreneur is difficult. But I think the most challenging part about being an entrepreneur is really to manage your own psychology. When do you see the company after a year, after 5 years or after 10 years? I'm a true believer not only in the UAE but the GCC, North Africa and Africa. That's where I see growth. We are the youngest population in the world. So it's a big opportunity for anybody actually to start a startup here and to start doing business here. So the vision of the company is actually very broad. We want to change the way people deal with their second-hand stuff. What do you suggest to the people who are thinking about starting with your own business or your own business? I would say that they are running out of time. They should have started yesterday. So that's the first thing I would say. Don't wait. The future, the future job are going to be the job creation that startups themselves are going to create. Just do it and it's already getting late. Too late. So, I mean, just to add on what he's saying, I think the message here is don't overthink it. a lot of people, especially when they transition from the corporate world, they're afraid. Yeah. How can you achieve your success? We are really humble to say that we look at ourselves as a success. The most important thing is to really like what you do. We are very early in the day still. We are still, you know, just getting started. But I feel like what our success will eventually be defined by is how much we can really impact society and make a difference in this planet. One of the most, the things that I reflect upon a lot and that amazes me is how Dubai has grown. And not just Dubai, but the UAE in general. When we first moved here in 2005, Sheikh Zayed wrote was just one street with maybe, I don't know, 10 buildings. And look at what it's become today. So that in itself is something that I take a lot of inspiration from. That over a period of less than, I don't know, 20 years, this country has evolved in such a quick and amazing way. So being able to work with as many diverse people in one place is what makes us, you know, a success story. A success story not only for where we're living, where we're working, but also what we believe in. Thank you. Thank you. Thank you. عالم التواصل الاجتماعي ما نوجد فقط ليستفيد منه الشخص تجاريا أو اجتماعيا. قداش حلو كمان لو نخصص جزء منه لمساعدة الآخر. مالتو عم يجري بيساعد المحتاجين ويطور التبرع تيواكب عصر التطور التكنولوجي عصر التواصل الاجتماعي. ترجمة نانسي قنقر 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 الثقافة هدف كل إنسان بهمه يكون على مستوى عالي من المعرفة والعلم ليكون عضو فاعل بالمجتمع reportcard.ai شغلته يكون مرجع للمراكز التعليمية للمساعدة على إيجاد الحلول لأي طالب عنده تأثير بالمواد اللغوية tre ewe is my name is suraj I'm co-foundad reportcard.ai we are an intelligent student management system I've been in the UAE for the last three years and I came here to join company called somato and I worked briefly with zomato and Mr. Osta and from there on I should meet my co-founder, Nathan for coffees on the weekend and we had elaborate plans of changing the world so reportcard is one of those ideas which we both connected very strongly and want to make it happen طيب يعني شو كانت الفكرة الأساسية وراء تأسيس شركتكن؟ So report card is definitely from personal experiences. So when I was getting my education, I realized I made a few choices that were influenced by my friends. However, if I had a better understanding of what I liked and what I did not like, probably my choices would have been different. Hence, we see that the workforce of tomorrow would be happier if they knew exactly what they liked from day one. or at least had an idea. So we don't want to ever tell you what to do but at least empower you with the data to make those decisions. And report card is that baby step. So right now we are collecting and organizing student information. As and when we grow with our client base, we'll be more accurate in understanding each student. So the teachers are already obliged to record this information. We want to make the teacher's life easy. That's the whole point of report card. While she's putting in assessments of the students, she gets insights on whether the student has been progressing or he's not. Is he doing well? Or what's going wrong? What's going right? And then they can attribute behavioral patterns to that. and that's when we create a premise where we can organize and collect certain information and analyze that going forward. But Suraj, how can we work on the website on reportcard.ae? This is our website reportcard.ae. So you can quickly come in and see our offerings. So basically we are a simplified student management system. Okay. We give you instant insights. You can manage your schedules in a very flexible fashion. And you can sign up for free by clicking this button. Okay. Once you sign up, you will be given access to a system that looks something like this. It's a very simple dashboard. So you can just manage your inquiries, your students, all in just a click of a button. Unlike traditional softwares where you really need to find what's happening. لكن كل تلميذ أو أستاذ أو مؤسسة علمية فيهم يعملوا log in and account على الموقع. As a small institution, you can quickly manage all your teachers and see how the day is panning out. See each one's timetable. Schedule events for them. What we also do interestingly is allow you to jump into any student's profile, see their academic and learning progress. Okay. Again, we try to do this as visually as possible. So you would see like graphs and charts rather than just plain simple numbers. And there's a rating as I see. Yeah, there's a rating. So we measure some, we show a heart for your interest level and we show like a simple composition, like how much you're mastering in that subject. So you could be really good in a subject but you're not so interested in it. So that's the final aspects of understanding students. So whenever they're marking any sort of interaction or a test or a homework, they can do that from here. and as soon as they add an assessment, we will trigger them behavioral patterns. So is he actually interested in the subject? You know, why do you think he's done so well? Why do you think he's done so bad? And these patterns will be analyzed in the future to understand them better. Yeah. So if you're a student or a parent, you can log into the application and we'll give you a graphical representation of what's happening. We even try to give you some insights as to what are your improvement areas and strength areas. Okay. You can just jump into any subjects, see your performance historically and compare it to metrics as well. What's interesting that we're working on is insights. So in a very graphical fashion, we're telling you what you're interested in. and what you could improve your skill sets in and well. Again, you can deep dive into any subject, any test, see how we have ranked you as your interest level or your mastery level and then be engaged with your subject on a more personal level because this is a data-driven technology that's enabling you to make those decisions. Okay. I'm sure the application is available on the Apple Store and Google Store. What is the reason that you're interested in to help the education areas to help you to support your activities? Like most institutes who we interacted with would have a separate solution or an Excel sheet to manage their inquiries. They would have a separate solution to manage their schedule, separate solution or a separate person altogether to follow up on their invoices. and that's not very efficient. So they could evidently see the cost saving associated with having it all in one place and over and above that, how we can analyze the information to advise them on how they can improve their overall profitability and success of their business. Suraj, Tadbiq, like this one, will help us all the way. So where are you going to start and where will it end up? So updating, yes, is quite a pain, but we need to do that. So quality is something that we try to keep improving on. So with every institute that we work with, we are gathering feedback. So right now the institutes that we're working with are more like partners. So they're very happy to tell us, okay, you know Suraj, this can be improved. So I feel for us it's very important to keep listening to what they are saying and improving our solution to make it more and more relevant for them. And that's how they will recommend us to their peers. So Suraj, why did you and your co-founder have chosen Dubai to find a report card? The kind of ecosystem that prevails within the student environment here. It's very diverse. We have people from all over the world coming down to study. So if you're analyzing students of such varied backgrounds, the more chances of us to grow and expand from your own and be relevant in other countries as well. Thank you Suraj and good luck. Thank you so much. روط 물�CT موسيقى التطور التكنولوجيا صار دوره أكبر بحياتنا الدراسية. والثقافة صارت متاحة عبر الإنترنت لكل محبي العلم. Report Card.ai. بساعد المراكز التربوية على إيجاد حلول ونصائح لكل طالبي الثقافة والعلم بشكل آمن وسليم. اشتركوا في القناة